الكوميديا اللي عندنا هماتين غادرت نظرية الرواية ونظرية القصة يعني نحن الآن ما عندنا رواية كوميدية يعني رواية وفيها كوميديا لا الآن اللي دا تشتغلوه سكيتش اللي هو فتشي يركض يعني قفشات يعني كأنما أنتوا جايبين الريالزات أو يعني ثقافة مواقع التواصل حاطينها بالتلفزيون ما تعتقدون هذا يعني ما تعتقدون ما تعتقد أنه هذا واحد من أكبر عناصر الضعف في المادة الكوميديية العراقية يعني مو مفترض نتطور نسوي رواية يعني مسلسل كوميدي ايه صح عنوية هذا وصلنا عندي مسلسل مكتوب كامل هو مسلسل كوميدي القصة بالموضوع هذه ما لها علاقة بالشغلتين هل عندنا كتاب يتبنون هذا الشي أنه مسلسل قصة واحدة ثلاثين حلقة وكوميدي صعب ترى الدراما سهلة ثلاثين حلقة بس ثلاثين حلقة قصة واحدة ويظل يضحك للأخير هذه رد لها قدرة هذه رد لها قدرة مو قدرة بس لأنه قدرة وكأنه جاي أضرب بالكتاب العدن هي القصة مهنة القصة أنه هذا النوع من الكتابة يحتاج لهذا المسلسل كوميدي قصة واحدة ثلاثين حلقة يحتاج لوقت طويل على موضي يكمل ده يشوف يعني ما ينكتب بسبوع وسبوعين صعب على مو يكون يضحك وثلاثين حلقة يلي يشكوين تكتبون بسبوع وثلاثين لا أكوه للأسف للأسف أكوه عندنا يكتب عمل كامل ثلاثين حلقة بثلاثة سابيع هذا شو نحب يعني وإحنا ليش مصيبتنا مصيبة هي هاي القصة إحنا بقط أحمر هس إحنا برمضان وبرمضان يعني تلقاني جاي أكتب الرمضان الجاي وإحنا بهذا رمضان ليس يطلع العمل على الشاشة مخلطت معنده برمضان أبدأ أكتب سنة كاملة يعني على موضي يطلع في شي مختلف للأسف أكوه عندنا بعض الكتاب يلتزم بأكثر من عمل وطول الزك أي فشي يسوي صال حيدر خبر علي على مسلسل وفلان خبر علي على مسلسل وفلان خبر علي على برنامج كوميدي وهذا رزقك يقول لك أنا أستغل بس هالسنة يكتب لك أنت وقعد ثلاثة شهر على رمضان يكتب لك أنت الموضوع عمالتك بشهر بأقل هناك يحاول يكتبه بشهر هذا الكوميدي السريع يحاول يكتبه بأسبوعين ويخلص الموضوع